السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعاكم احمد راجل من اكاديمية بي برو تريدر ودرس تعليم جديد من دروس ازاي بنحلل الاسهم النهاردة عندنا سهم جديد وهو سهم الفخارية سهم الفخارية جات لعليه طلبات كتير فقلنا نحلله مع بعض ونشوف وجهة نظري فيه وكمان انتو تتعلموا احنا بنحلل ازاي وتعرفوا طريقتي في التحليل دايما انا ماشي بمبدأ ان ابسط حاجة هتستخدمها هتعرفك التحليل وهتكسبك يعني احنا عندنا دايما عندنا في التحليلات الفنية فيه كذا نوع في التحليلات التحليلات يعني مثلا فيه تحليل فني تحليل الفني ده فيه منه كذا فرع يعني فيه تحليل كلاسيكي تحليل كلاسيكي ده اللي هو البدائيات خالص اللي هي الدعم المقاومة الترند في بوناتشي الكلام ده كله عندنا التحليل بالعرض والطلب اللي هي قريبة شوية من الدعم والمقاومات عندنا التحليل بزوايا جان عندنا التحليل الحجمي عندنا التحليل التحليل بالهارمونيك عندنا التحليل الموجي عندنا التحليل الزمني عندنا أنواع تحليلات لو فضل تعد فيها يعني عايز لها يوم بحالة عشان أقول لكم التحليلات اللي موجودة ولكن أنا زي ما قلت لكم أنا دايما نماشي بمبدأ إن أبسط حاجة هي اللي هتوديك للطريق الصح يعني عندنا في مثل كده بيقول لك كل الطرق تودي إلى روما تمام فهو يعني تاخد يعني أنت قدامك طريق مبسط وطريق معقد أنت تاخد أي طريق تاخد الطريق المبسط الطريق السهل بدل ما أخد الطريق المعقد فعشان كده أنا دايما بقول لك أبسط الطرق بتاعتك هي اللي بتسهلك الأمور كلها طيب يلا نبتدي معانا ونشوف سهم الفخرية ونشوف إزاي أو توقعاتنا لإيه خلال الفترة القادمة وإزاي نحلله نمسح كل حاجة كده على احنا اتفقنا قبل كده إن احنا أول حاجة بندور عليها على بتاعنا هي نشوف فين الدعوم والمقاومات اللي عندي على الشرط أبسط حاجة خالص أبسط حاجة اللي هي الدعوم والمقاومات الأشكال البتاعتي اللي نعكس هي أشكال السمرارية في بوناتش دي أبسط حاجة عندي مظبوط هتقول لي مظبوط عندنا هنا السعر كان صاعد وبدأ ينزل نزل من هنا ليه أكيد كان فيه مقاومة نيبقى نحط هنا مقاومة تمام هتقول لي مظبوط بدأ ينزل من هنا وبدأ يطلع وطلع قمة جديدة يبقى هنا ده بالنسبة لي كانت دعم تمام ده دعم بالنسبة لي من أول لما طلع هنا ده كده دعم تمام السهم طلع 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 بدأ يقف قبل المقاومة بشوية ونزل وهنا وصل للمقاومة تاني ونزل عمل كسر كازب هنا اهو دي كده كون لي ايه خلاص كده بالنسبة لي دي منطقة عرض تمام نزل تاني كون لي منطقة او نقطة دعم اهي تاني هنا تمام عند التسعة واربعين عشرين طيب خلينا ماشيين مع بعض واحدة واحنا نبص كده شايفين هنا اللي حصل احنا قيلين المقاومة اللي بيتم اختراقها بتسمى ايه خلق ايه او بالاكشن ده بيسمى ايه بيسمى تبادل للأدوار صح ولا مصح هتقول لي مظبوط طيب هنا حصل اختراق لمنطقة العرض فتحولت لمنطقة طلب حصل تبادل للأدوار اهو هنا اخترق بالشمعة دي نزل هنا نزل هنا عمل اعادة اختبار وطلع تاني مظبوط هتقول لي مظبوط طيب نصغر التشارت ونمشي مع بعض واحدة واحدة طلع هنا وبدأ ينزل فهنا كون عندي ايه كون عندي مقاومة تمام اه بعد كده بدأ يوصل هنا اهو تمام اهو المنطقة دي كده نزل لها وبدأ يرتد من هنا اهو نزل وبدأ يرتد وطلع قاعد متزبزب في المنطقة دي شوية والمنطقة دي تحولت لنقطة ايه المنطقة دي تحولت بعد ما كانت مكاومة تحولت لنقطة دعم بعد ما تم اختراقها واعادة الاختبار بصوا هنا يعني هنا مع عادة الاختبار احنا المفروض بندخل مع عادة الاختبار بس لما يظهر برايس اكشن مع عادة الاختبار هنا ما ظهرش برايس اكشن بالعكس ده هنا لما نزل عمل عادة الاختبار اغلق اسفلها فهو اصلا يعني نزل واغلق اسفلها فيعتبر بالنسبة لي دي مش عادة اختبار. تمام? وكون هنا برضو معايا نقطة دعم تانية. اهو ما بين او منطقة طلب تانية ما بين الستة وتسعين خمسة وعشرين للمية فاصلة عشرين. تمام? وبرضو هنا مكون معايا نقطة دعم اهو او منطقة الطلب بتاعتي. تمام? اهو. فانا دلوقتي خلينا نشوف بقى فين توقعاتنا طبعا هنا برضو لما طلع بقوة كده عمل هنا منطقة عرض ما بين المية سبعة وعشرين اربعين للمية اتنين وتلاتين اربعين. دي منطقة العرض بتاعتنا او احنا بنرسم منطقة العرض على اخر شامعة سعودية حصلت واللي بدأ منها الهبوط. ما بين المية خمسة وعشرين للمية اتنين وتلاتين اربعين. تمام? ده اهو رسمنا على جسم الشامعة كلها. تمام? دلوقتي السهم نزل 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 اهو قسر كل المكاومات اهو كل الدعوم اللي كانت قدامه. مش دي كان الدعم المية وتسعة اهو نزل قسرها. هنا نزل ارتكس شوية على المية فاصلة عشرين. وبعدين طلع وبعدين نزل قسرها اهو نزل قسرها واغلق اسفلها. دلوقتي المفروض في نقطة الدعم بتاعته القادمة او المكان اللي هيبتدي يرتد منه. عندنا طريقتين ممكن اه نحدد بيهم. احنا عندنا هنا نقطة الدعوم والمكاومات او مناطق العرض والطلب. وممكن بالفيبوناتشي. الفيبوناتشي ده لازمته ايه? الفيبوناتشي بنقص به الموجة اخر. فين? اخر موجة صعدت عندي هنا. اخر موجة صعدة عندي هنا اهو من التسعة واربعين عشرين لحد الكام? لحد المية اتنين وتلاتين اربعين. يعني احنا عندنا بصوا السهم طالع من هنا من شهر تلات اه من يوم تلات احداشر الفين وعشرين لحد يوم اه لحد هنا كده لحد يوم خمساشر اتنين السهم طالع مية خمسة وستين او مية خمسة وستين في المية. تمام? السهم طالع مية خمسة وستين في المية. فدي بالنسبة لي اكبر موجة صعود حصلت في الفترة الاخيرة اهو? تمام? هتقول لي مظبوط. فبنيجي نرسم في بوناتشي من تحت كده الفوق لما الموجة تكون صعدة بناخد من تحت الفوق. نسحب من تحت. مستوى المية بيبقى تحت اهو عند اقل قاع تمام? في الفترة دي. ومستوى الزيرو عند اعلى كلمة في الفترة دي. اقل قاع عندي كان عند التسعة واربعين عشرين واعلى كلمة كانت عند المية اتنين وتلاتين اربعين. تمام? بنبتدي نشوف فين مستوى التصحيح بتاعتنا. مستوى التصحيح بتاعتنا عندنا اهم تلت مستويات ال 38 ال 50 ال 61 واهمهم واقواهم ال 61 ده اقوى مستوى اللي هو بيسمى بالنسبة الزهبية طب عم فبوناتشي ده قال لما جم سألوه قالوله ليه سميت ال 61 او المية 61 يعني احنا عندنا ال61 والمية 61 تحته كمان تمام قالوله ايش معنى المية 61 وال 61 وستين دول قلت عليهم ان دي النسبة الزهبية قالك لان غالبا لما السهم او العملة او اي حاجة بتوصل عند المستوى ده بيحصل من عندها ارتداد للأسعار واحنا ان شاء الله زي ما وعدتكم قبل كده انا اسف طبعا للتأخير هيكون عندنا وبنار عن فيبوناتشي ونعرف الارقام دي استنتجها ازاي فيبوناتشي بالزبط المعادلات اللي عملها فيبوناتشي وقدر يطلع لنا الارقام دي تمام طيب يبقى الواحد وستين بوين تمانية والمية واحد وستين قال لنا ان دي المستويات اللي بترتد عندها الاسعار طب والخمسين قال لك برضو مستوى مهم وقوي جدا لان دي نص المسافة ما بين اقل قاع واعلى قمة دي منتصف المسافة ما بين اقل قاع واعلى قمة فمن عندها برضو احيانا بنشوف ارتداد فاحنا دلوقتي اول نقطة متوافقة معنا مع منطقة الطلب بتاعتنا اهي مستوى الخمسين ما بين الواحد وخمسين تلاتة وخمسين للتمانية وتمانين خمسين اهي مستوى فيبوناتش خمسين متوافق معها فدي منطقة اه شرا كويسة على سهم الفخرية ممكن اول لما السهم يوصل عندها نشوف ارتداد من المنطقة دي لو طبعا حصل منه لو ادى من هنا زي ده كده مثلا او زي ده ممكن نشوف ارتداد الاسعار من هنا فلي معسا ممكن يعمل متوسط من المنطقة دي لو ظهر برايس اكشن طيب لو ما ظهرش برايس اكشن وتم كسر التمانية وتمانين خمسين ساعتها نتوقع ان احنا ممكن ننزل لحد التمانين خمسة وتسعين تمام دي هتكون مستوى فيبوناتش قوي اللي هو الواحد وستين بوين تمانية فالمستوى ده هو اللي ممكن نبتدي نشتري من عنده لو ظهر برضو منه برايس اكشن تمام احنا اعتمادنا الاول والاخير في الدخول شراء او بيع بيكون على ال برايس اكشن تمام وده كان الدرس التحليلي بتاعنا النهاردة عن سهم الفخرية اتمنى تكونوا استفدتوا منه وشكرا لكم والسلام عليكم